السلام عليكم و الله يسعد أوقاتكم خلينا نحكي عن موضوع بغاية الأهمية أغلب الناس يعني بالأعم الأغلب رح قول أنه مالها مدركة أهمية وخطورة هذا الموضوع ألا وهو بياناتنا وهي عمالها تروح لشبكة الإنترنت هاي البيانات لين عمالها تروح ومين عماله ياخد هاي البيانات وإذا أخذها كيف عماله يستخدمها بمعنى آخر الخصوصية خصوصية بياناتي هلا الكلام اللي رح أحكيه رح يتضمن عدة نقاط النقاط هي بالترتيب من الأقل خطورة أو من الأكثر خطورة للأقل خطورة طيب خلينا بدون ما نطول بالمقدمات نشوف شو هي الخطوات اللي لازم نسويها الخطوة الأولى والأهم والأساسية هي أني استخدم نظام تشغيل آمن ويندوز يعني هلأ هون ما رح أهاجم ويندوز وما رح أقولك أنك لا تستخدم ويندوز إذا طبيعة شغلك بتطلب منك ويندوز فاستخدم ويندوز بس مشكلة ويندوز أنه ويندوز بياخد بيجمع بيانات عن المستخدم بشكل لا يوصف يعني أي حركة بتتحركها أي خطوة بتخطيها فويندوز عماله يسجل هاي الخطوات فأنا ليش لحتى خلي مايكروسوفت تجمع كل هاي البيانات عني في حين أنه أنا ممكن أني استخدم بدائل أطمن وأأمن وبتحترم خصوصية المستخدم بالتحديد عمالي أحكي عن لينوكس عمالي أحكي عن الفري بي اس دي أو البي اس دي بشكل عام الماكنتوش يعني رغم أنه كمان هو نظام محتكر بس لسه بيضل أفضل من ويندوز من ناحية حماية خصوصية المستخدم الخطوة الثانية في حال أنا ما كنت قادر أني أبعد عن ويندوز أو ماكنتوش ممكن أني أعمل الإقلاع المزدوج أو الدول بوت طبعا هذا الكلام أسهل في حال كان عندي بي سي يعني أنا شغال على ويندوز لأنه ماكنتوش يعني لازم يكون موجود عندك جهاز ماك وعملية الإقلاع المزدوج مع لينوكس على أجهزة ماك أصعب من أجهزة البي سي هذا بخلي أنا الويندوز بس لحتى أعمل الشغلات اللي بدي يساويها ويفضل أني يكون أوفلاين ووقت اللي بدي يروح أونلاين بقلع من النظام الثاني أو ممكن أني يكون فيها عندي ماكينة افتراضية أقلع من الماكينة الافتراضية وبكون أونلاين الآن إذا هذا الحل ما اشتغل معي والحل التال الأول ما اشتغل معي طيب خلينا أضعف الإيمان أنه نستخدم متصفح إنترنت يكون كمان بيحترم خصوصيتي يكون حر ومفتوح المصدر بغض النظر عن التكلفة لا إن كل المتصفحات مجانية بس بهذا المجال وقت اللي بيحكي على المتصفحات المحتكرة فأنا عمالي أحكي على كروم ما ليحكي على إدج عمالي أحكي على سافاري ما ليحكي على فيفالدي فهي كلها متصفحات محتكرة مغلقة المصدر صح الأدج والكروم متصفحات قوية ما في أي اعتراض على قوة هذه المتصفحات وبالأساس كروم يعني هو اللي مشغل 90% من الإنترنت حول العالم وأدج باعتباره مبني على كروم فكمان يعني لا يستهان بقدراته ومن ناحية الحماية من البرامج الخبيثة والفيروسات فأدج يعتبر قمة بس المشكلة مع هدول الاثنين إنه مثل ما حكيت مغلقين المصدر ومحتكرين يعني أنا ما بعرف شو البيانات اللي هدول المتصفحين عمالهم يجمعوها عن المستخدم بالنسبة لسفاري أنا صليت بحدود الخمسة سنين أو ستة سنين ما استخدمت سفاري بالمرة فما عندي أي معلومات بس كمان سفاري يعني قبل بشكل عام بتاخد خصوصية المستخدم بشكل أفضل بكتير من مايكروسوفت أو جوجل فإذا شو البديل عن هاي المتصفحات الثلاثة إني أستخدم البرامج المفتوحة المصدر والحرة المتصفحات فالخيار الأفضل أو البديل اللي أغلبنا وطبعا المتابعين للقناة يعني باتي بار أنه أغلبكن بيشتغلوا على لينوكس فكلياتنا بنعرف فايرفوكس فايرفوكس يعني يعتبر المنافس الأول والأقوى لكروم المشكلة مع فايرفوكس أنه بالفترة الأخيرة عماله يخسر كتير من الحصة السوقية وفي بعض الأمور اللي عمالها تخلي شركة كموزيلا يعني تتراجع يعني أنا لحد الآن بنصح بالفايرفوكس بس شايفه يعني خلال سنة أو سنتين ثلاثة بالكتير إذا ما تغيرت سياسة موزيلا فيمكن أنه يروح البرنامج ويختفي هذا البديل الأول البديل الثاني أني استخدم متصفح مبني على كروميوم فكروم بالأساس هو مبني على كروميوم شو هو كروميوم؟ كروميوم هو كروم وإنما مفتوح المصدر بمعنى أنه أنا في عندي هلا لا أنا ولا أنت كمستخدمين عاديين رح نروح ونشوف الشفرة المصدرية وندور ونشوف شو الشغلات اللي بيعملها بس كروم يعتبر كروميوم كروميوم عفوا يعتبر كروم بدون إضافات جوجل إذا أنت ما بدك تستخدم كروميوم وخاصة بالنسبة لويندوز تثبيت كروميوم أصعب من تثبيته على لينوكس على لينوكس كروميوم موجود على أغلب أو بأغلب المستودعات الرسمية لكل التوزيعات سواء كانت ديبيان، وبونتو، أرش، فيدورا، حتى على الجنتوم، على الفويد فالكروميوم موجود بحالة وبونتو، فالكروميوم موجود كسناب باك توقع أن بعض الناس لا تحب أن تستخدم السناب وأنا واحد من هنا، لكن الكروميوم موجود وممكن أن تحمل ملف الـ .dip وتنزله بشكل دوي اليوم لا نتحدث عن كيفية التثبيت، لكن يعدد الخيارات الخيار الثاني، إذا لا أريد أن أستخدم الكروميوم أن يستخدم مثل ما حكيت متصفح مبني على كروميوم وأفضل واحد من هذه المتصفحات اللي هو الـ . الـ .بريف يعني يعتبر هو المتصفح صر له كذا سنة موجود وكتير ناس بتمدح فيه وبتستخدمه ويقدم خدمات خصوصية وأمان عالية كتير فعلى سبيل المثال يعني الـ .بريف موجود مبني من ضمن المتصفح مانع إعلانات فأنت إذا ما بدك تثبت أحد الأدوات أو الإضافات لمنع الإعلانات فـ .بريف موجود فيه مانع إعلانات أو الـ . النقطة الثالثة واللي هي الموضوع الأهم أنه وأنا موجود ضمن المتصفح شو هي الأمور اللي لازم ساويها أول الشي واللي هو رح يكون يعني كل الموضوع متركز حوله أني ابعد عن محرك البحث جوجل جوجل، بينج، ياهو، ابعد عن هاي المحركات بشكل كامل لأن كمان يعني هلأ أغلب الناس بتستخدم جوجل بس المشكلة مع جوجل أنه أنه أنت أي كلمة بتعمل عملية بحث عليها هاي الكلمة جوجل عمالها تسجلها وتربطها ببياناتك وتستخدمها هلأ هنم بيقولوا أنه عمالهم يستخدموا هاي البيانات اللي بيجمعوها عن المستخدم لحتى يعطوك تجربة استخدام أفضل من حيث أنه بيعطوك إعلانات مخصصة بتناسب الاهتماماتك واحتياجاتك بس مثل ما حكيت يعني هنم عمالهم يشمعوا كل هاي البيانات أنت إذا رحت لصفحة الخصوصية أو البيانات الشخصية على حسابك على جوجل رح تشوف كم البيانات الهائل اللي بتجمعوا جوجل حتى يعني سمعتها من أحد الناس بقول أنه نحن بأيامنا الحالية رح يحكي بالإسباني وهلا بترجم سوموس لوكي جوجلياموس يعني أنه نحن عبارة عن الأشياء اللي مندور عليها على جوجل لأنه جوجل صارت بتعرفني أكتر ما أنا أعرف نفسي طيب بس محرك جوجل يعني هو أفضل محرك بحس فكل البدائل ما رح توصل لمستوى جوجل بس أنا في عني بعض الخيارات أنا رح أعرض أثلاث أمثلة اللي هنين يعتبروا الأفضل واللي أنا بستخدمه شخصيا فالمحرك البحث الأول اللي هو الدك دك جو هذا المحرك كمان ما بيجمع أي بيانات شخصية هو بيجمع هو بس بياخد الإي بي الخاص فيك بس هذا الإي بي ما بيربطه بأي بيانات شخصية لأنه بالأساس ما بياخد بياناتي الشخصية فعندي دك دك جو عندي المحرك الثاني اللي هو مطور من نفس الفريق المطور للمتصفح بريف اللي هو بريف سيرش والخيار الثالث المحرك الثالث اللي هو ستارت بيج طبعا هذول بس يعني جزء بسيط من محركات البحث اللي بتهتم بالخصوصية بس أنا ذكرت هذول الثلاثة لأنهم يعتبروا الأفضل وهن الثلاثة اللي أنا استخدمت هون بشكل مكسف أنا جربت أغلب محركات البحث بس اللي بيستخدمهم بشكل مكسف هن هذول الثلاثة هلأ اللي من وجهة نظري أفضل واحد من هاي المحركات الثلاثة اللي هو الستارت بيج ليش هلأ أنت ممكن أنك تستخدم أكثر واحد اللي بناسبك وأغلب الناس بتقولك أنه استخدم الدك دك جو أوكي بدك تستخدم الدك دك جو ما في أي مشاكل بس حلاوة الستارت بيج أنه هو اللي بيساوي أنه بياخد نتائج البحث بياخدها من جوجل مباشرة فالستارت بيج هو بالأساس يعني ما عنده الخوارزمية لحتى يعمل عملية الفلترة والبحث وإنما بياخد النتائج من جوجل بيشيل منها كل الأمور اللي ممكن اللي تطلب بياناتك الشخصية التراكينج والآي بي وكل هالأمور فهو بيشيلها وبيرشع لك النتائج فبالنسبة للقوة وجودة النتائج البحث فالستارت بيج هو الأفضل بين اللي ثلاثة خلينا مثلا هلأ ندور على خلينا أول شي نفتح خلينا نفتح الجوجل وخلينا نفتح الستارت بيج فمتل ما اللي شايف هلأ أول شي بلاحظه انه الصفحتين متشابهين خلينا ندور مثلا على اللينوكس خلينا أول شي على جوجل وخلينا ندور كمان على لينوكس على الستارت بيج هلأ الشغلة الأولى اللي رح ملاحظها انه الستارت بيج أبطأ بشعره أبطأ بشوي من الجوجل ليش؟ لأنه هو بالأساس أخذ النتائج من الجوجل عملها عملية فلترة ورجع لي النتائج بس يعني هالاختلاف البسيط إذا أنا بدي قارنه مع البيانات اللي ممكن جوجل تستفيد منها فأنا أفضل انه يتأخر شوي بس كون متأكد ومتطمن انه بياناتي وخصوصيتي محفوظين بس خليني هلأ مثلا نعمل مقارنة بين النتائج اللي رجع لي اياها كل واحد من هدول الموقعين رح شوف انه بالنسبة لأول نتيجة اللي هو اللينوكس دوت أورغ بالنسبة على الستارت بيج وعال جوجل النتيجة الثانية اللي هي الويكيباديا كمان على الاتنين النتيجة الثالثة بالنسبة لي طالع لي كمان الويكيباديا بالاسباني كمان طالع لي اياها على الستارت بيج وطالع لي اياها على جوجل بالنسبة للنتيجة الرابعة كمان شايف انه عطاني اللينوكس منت الخامسة عطاني وبونتو فبالنسبة لجودة النتائج اللي اتنين متشابهين لان متل ما حكيت ستارت بيج بياخد نتائجه من جوجل هلا وين بيصير الاختلاف بين هدول الاتنين الاختلاف وقت اللي بتدور على امور بالمنطقة اللي انت فيها مثلا انت عمالك تدور على مطعم تدور على على سوبر ماركت تدور على شوبينج فجوجل رح يعطيك النتائج القريبة منك طبعا اذا كنتم فاعل خيارات الموقع الجغرافي في حين انه ستارت بيج ما بيرجع لي هاي المعلومات لانه بالاساس ما بيعرف انا وين موجود او ما بياخد بياناتي الشخصية النقطة الثانية واللي هي اخر الشي بهذا الفيديو هي اني استخدم عدد من الاضافات اللي كمان بتحسن او بتزيد من خصوصيتي واماني وانا على الانترنت طبعا هاي الاضافات موجودة على كروميوم والمتصفحات المبنية على كروميوم وموجودة على الفايرفوكس الاضافات اللي انا بستخدمها هي عبارة عن ثلاث او اربع اضافات اساسية خمس اضافات اللي هن مرتبطين بالخصوصية اول شي واهم الشي خلينا نبعد عن يو بلوك اوريجين اللي هو مانع اعلانات لانه بيقوم يعني شغلته اكتر من انه مانع الاعلانات بس خلينا ننسى لان في عندي بدائل عملها تعمل نفس هاي الامور طبعا باستثناء منع الاعلانات بنجي لأول واحدة من هاي الاضافات اللي هي الوزر ايجينت سويتش او سويتش هاي الاضافة شو بتساوي لي انا وقت اللي يكون مفاتح صفحة انترنت او المتصفح بدون مفاتح اي صفحة فرح يتم انشاء بروفايل خاص فيني بياخد بيانات عن الجهاز بياخد بيانات عن النظام بياخد بيانات عن دقة الشاشة بياخد بيانات عن حجم النافذة المفتوحة فكل هاي البيانات وقت اللي بتربت مع بعضها بالاضافة للآي بي الخاص فيه رح يشكل بروفايل ممكن انه يستفاد لحتى يحدد هويتي ممكن ما بيعرفوا اسمي او ما بيعرفوا مين انا بس صار في عند الصفحة اللي انا رح زورها بروفايل كامل عن شخصيتي ممكن انه تستفيد منه وتستخدمها ضد فهون بيجي عندي الوزر ايجينت سويتشر اللي بيساوي انه بيغير لي كل هاي الامور فانا بسا هلا انا فاتح كروميوم بس وقت اللي بنزل هاي الاضافة ممكن اني خلي الصفحة اللي افتحها اتفكر اني انا عمالي استخدم كروم وعلى نظام ويندوز فبهي الطريقة رح تصير عملية تحديد شخصيتي او بناء البروفايل اصعب فهي اول اول واحدة من الاضافات اللي انا بضيفها بشكل دائم ومثل ما حكي موجودة على كروميوم وموجودة على الفايرفوكس فهي الاضافة اضافة مهمة جدا لازم كل الناس تستخدمها بنجي للاضافة اللي بعدها اللي هي البروفيسي بادجر هاي الاضافة اللي بتساوي انه كمان اول شي بتعطيني اه وقت اللي بكون انا بفاتح الصفحة بتعطيني هون بانتبار انه موجود على الستارت بيج فما عطتني اي نتهايش لانه ما في عندي التراكرز الستارت بيج ما بتاخد اي بيانات شخصية فعطاني انه ما في عندي اي تراكرز بس لو اجينا لموقع مثل تويتر مثلا رح شوف انه البروفيسي بادجر رجع لي انه في عندي فور تراكرز اللي هي الادوات التعقب اللي تويتر بيستخدمها لحتى يحدد شخصيتي فكمان او بيعمل لي عملية بلوك لهي التراكرز فكمان واحدة من اهم الاضافات اللي انا ما بستغني عنها بالنسبة للاضافة الثالثة اللي هي اضافة جديدة ما صر لها عدة ايام موجودة اللي هي كمان جاية من نفس الفريق المطور لالستارت بيج اللي هي ستارت بيج ستارت بيج برايفيسي كمان وظيفتها مشابهة جدا للبرايفيسي بادجر كمان بتقوم بعملية بلوك لكل التراكرز وبتعطيني التقييم او رانكينج لاداء الصفحة من ناحية احترامها احترامها للخصوصية او لا فمثلا اذا كان عطاني رقم بين الواحد يعني هذه الصفحة ما بتحترام الخصوصية ابدا الخمسة هي صفحة ممتازة وبتحترام خصوصيتي بشكل كبير فمثل ما انا شايف انه تويتر فهي اخد اثنين من خمسة وبالنسبة للشغلة اخيرة لازم نساويها مالها هي لا عبارة عن اضافة ولا اي شيء اللي هي بعض الاعدادات اللي انا ممكن اني اعملها بالمتصفح فلو اجيت لاعدادات الكروميوم بيجي لقسم السكوريتي اند برايفيسي بيجي لقسم السكوريتي وهون هاي رح نلاقيها موجودة بالكروميوم بالكروم بالأيج بالفايرفوكس فانا رح لاقي عندي طبعا التسمية بتختلف بين الكروميوم والفايرفوكس بس موجودة نفس الاعدادات عندي فمثلا انا هون لازم اني كون انفعل الانهاز لانه هاي رح تعطيني بشكل اوتوماتيكي من المتصفح نفسه بعض الخيارات المتقدمة او المطورة لزيادة الحماية والخصوصية وهلأ بالأيام الحالية في عندي بعض الاضافات اللي ممكن اني استخدمها بس صارت موجودة بالفايرفوكس والكروميوم اني هي اللي هي اني فعل السكور كونيكشن فالمواقع اللي بتبتلي دائما باله تي تي بي هاي المواقع ما لها مؤمنة ما فيها الس اس ال سيرتي فيكيت فانا وقت اللي بفعل هالي الخيار انه يوز سكيور كونيكشن فهو اي موقع ما في عليه الس اس ال سيرتي فيكيت رح يحول ليها بشكل اوتوماتيكي لقناة امنة ويضف لي الاس لالاتش تي تي بي فبهي الطريقة كمان حتى زيارة المواقع رح تكون امنة اكتر وهذا الكلام بيمنع الهاكرز او بيمنع عمليات الفيشينغ واذا انت كنت شغال على شبكة واي فاي بمطار او بالكافي شوب او بالستارباكس فبيمنع اي شخص من انه يعرف شو هي البيانات الداخلة والخارجة من جهازك طبعا اذا كان موجود على نفس الشبكة فهي كانت بس مجرد لمحة بسيطة عن بعض الامور اللي ممكن ان يساويها لحتى تكون خصوصوتي محفوظة بشكل اكبر طبعا بايامنا الحالية اني احصل على خصوصية وامان مية بالمية هذا الكلام مستحيل ما في اي مجال اني اضمن خصوصيتي بشكل كامل وانا موجود اونلاين بهاي الخطوات يعني انا رفعت نسبة خصوصيتي من صفر لما يقارب 80 او 90 بالمية يعني ضل عندي العشرة بالمية التانية اللي هي بتعتمد على المواقع اللي انا بصورها يعني هذا الكلام المفروغ منه وهيك منكم وصلنا الى نهاية فيديو له اذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه لا تنسوا ضغط زر الاعجاب بالنسبة لغير المشترك لا تنسوا الاشتراك بالقناة لا تنسوا تتركوا لي تعليقاتكم وشو اراءكم اذا في عندكم خطوات امان او خصوصية انتو بتتخذوها لحتى تكون متاحة لي شخصيا وللناس التانيين بالتعيفيكم بالفيديو الجاي وبامان الله